بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن موضوع ستر العورة في الصلاة مسألة إذا لم يجد إلا ثوبا محرما فهل يصلي فيه؟ قالوا ننظر إن كان محرما لحق العباد كالمغصوب فإنه لا يصلي فيه إذا لم يكن عليه إلا ثوب مغصوب ونقول اخلع هذا الثوب وصلي عريانا هذا على المذهب ولا يجوز أن تصلي بالثوب لأنه محرم لحق العباد إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صل به لأن لبسه حين إذ المباح وإن كان محرما لحق الله عز وجل كلبس الحرير فإنه يصلي فيه إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه إذا لم يجد غيره لأن التحريم لحق الله عز وجل يزول عند الضرورة وحينئذ يصلي فيه ولا إعادة عليه وكذلك لو كان ثوبه فيه صور فإنه يصلي فيه إذا لم يجد غيره وقال بعض أهل العلم إذا كان محرما لحق العباد لا بأس أن يصلي فيه إذا هذا هو القول الآخر قالوا لا بأس أن يصلي فيه لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه وإذا كان يعرف من صاحبي هذا الثوب أنه رجل كريم وليس منانا به فهنا يتعين عليك أن تصلي في هذا الثوب لأن مثل هذا يعلم رضاه إذا كان كريما وغير منانا فإنه يعلم رضاه وبالتالي يجب عليك أن تصلي وتستر عورتك وأن تصلي في هذا الثوب مسألة ستر العورة في الصلاة بثوب نجس والمراد الثوب النجس ما كان نجس بعينه كجلد السباع أو متنجسا بنجاسة كثيرة لا يعفى عنها وقد سبق ذكر اشتراط الطهارة في الثوب والدليل على ذلك في المسائل السابقة وهنا مسألة هل يعيد الصلاة إذا ستر العورة بثوب نجس أم صلاته صحيحة من ستر عورته بثوب نجس هل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة المذهب الحنبلي أنه يعيد الصلاة إذا ستر العورة بثوب نجس وكان ذلك عن اختياره ثم صلى فيه سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا فهذه ست صور قالوا المذهب أنه يعيد الصلاة وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه في هذه الصور الثلاث واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أو أن الرسول سلم لما أخبره جبريل بأن فينا عليه أذى أو قدر خلعهما فهذا دليل خاص بهذه المسألة واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل الصلاة لأعادها من أولها صلى الله عليه وسلم ولما بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق من صلاته دل على أن ذلك لا يؤثر إذا لبس ثوب النجس للضرورة وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر ولم يتمكن من تطهير ثوبه إذا كان عليه وفيه نجاسة فالمذهب أنه يصلي به ويعيد هذه الصلاة وهذه المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة قالوا الأول وجوب الصلاة مع الإعادة وهو المذهب ثاني أنه يصلي عريانا ولا يعيد وهو قول الشافعي وروايا أحمد قول الثالث أنه يصلي به ولا إعادة عليه اختاره الشيخان والموفق والمجد وهو مذهب مالك وأما الذين قالوا يصلي به بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا إلى أن يلبسه قد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج والقول الثالث هو القول الراجح أنه يصلي في هذا الثوب النجس ولا إعادة عليه وصلاته صحيحة لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وهذا ما استطاع أن يفعل فيصلي بهذا الثوب الذي عليه نجاسة ولا يصلي عريانا وهذا هو القول الراجح مسألة الأولوية في ستر العورة من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها لما سبق من أن ذلك شرط من شروط الصلاة وقد بينا العورة في صورها الثلاث العورة المغلظة والمخففة والعورة المتوسطة وعورة الرجل والمرأة والأمة والصغير ونحو ذلك مما سبق فإذا الأمر الأول أنه يجب عليه ستر العورة لأن ذلك من شروط الصلاة العمر الثاني إذا لم يمكن ستر العورة التي ذكرنا وحددناها فيستر الفرجين أي القبل والدبر فإذا كان إنسان لا يسا عنده من الثياب إلا ما يستر به الفرجين وجب عليه أن يستر الفرجين الأمر الثالث أو درجة الثالثة في الأولوية فإن لم يكفي ما يعني ليس عنده ما يستر الفرجين فالدبر أي إن لم يكفي الموجود الفرجين ستر الدبر لأن القبل إذا ضم فخذيه عليه أو على قبله ستره بالفخذين والدبر إذا سجد انفرج وبهذا يكون ستر الدبر أولى من ستر القبل والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان وعن أحمد أنه يستر القبل وهو الأولى لأنه أبحش من الدبر ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قراء الحاجة في البنيان دون استقبالها كما مر معنا مسألة إذا أعير سترة هل يلزمه قبولها العارية معناها إباحة نفع عين تبقى بعد الاستفاء يعني عين مباحة ينتفع بها وتبقى بعد الانتفاء فإذا أعير ما يستر به عورته فهل يلزمه قبول هذا الثوب أو هذا القماش الذي يستر به عورته هل 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 هذه العارية تكون من أقاربه أم من الأباعد من المسلمين أم تكون من الكفار هل يختلف الحكم إذا كانت من أقاربه أو من سائر المسلمين أو من الكفار الحكم في هذه المسألة أنه يلزمه القبول قبول العارية لستر عورته وذلك أنه قدر على ستر عورته بلا ضرر ولا منه أما إذا كان فيها منه فللفقها قول أنه لا يقبل ذلك وعلى كل فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل الستر بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منه سواء كان ببيع أم بعارية أم بهبة أم بغير ذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم مسألة صلاة العريان القول الأول في صلاة العريان وهو المذهب الحنب لأنه يصلي قاعدا بالإيماء استحبابا ولو كان قادرا على القيام لأن القيام ركن من أركان الصلاة لأنه أستر لعورته وهو جالس والقاعد يمكن أن يضم فلا يذنكشف من عورته إلا القليل وسواء كون حوله أحد أو كان منفردا قول الثاني أنه لا يجوز أن يصلي قاعدا بل يجب أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين مسألة مكان إمام العرى أين يقف إمام العرى قالوا يقف وسطهم لا يتقدم لأنه أستر له وعلى هذا فإذا وجد جماعة كلهم عرى وحان وقت الصلاة صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم ولو طال الصف ويصلون على المذهب قعودا استحبابا ويومون بالركوع السجود استحبابا أيضا وقال بعض أهل علم بل يتقدم الإمام لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم وأيضا أنهم ينظرون إلى موضع سجودهم ولا ينظرون إلى الإمام مسألة إذا اجتمع رجال ونساء عراه فكيف يصلون إذا اجتمع رجال ونساء عراه صل الرجال وحدهم والنساء وحدهن فلا يصلون جميعا لأن النساء لا يمكن أن يقفنا في الصف الرجال فلا بد لهن من صف أن يقفنا في الصف الآخر فإذا صففنا وراء الرجال صرنا يرينا عورات الرجال فلا تصلي النساء مع الرجال بل يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان ولا يصلون جماعة فإن شق صلاة كل نوع وحده مكان آخر صل الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا فهل يصفون صفين أو ينتظر بعضهم حتى يصلي من يتسع له الذي يظهر أنهم يصلون كل على حدة وإذا لم يتسع المكان صل الرجال ثم يذهبون ثم يصلي النساء بعد ذلك مسألة إذا وجدت سترة في أثناء الصلاة هنا حالتان الأولى أن تكون السترة قريبة في أثناء الصلاة وفي هذه الحالة يأخذها ويستر عورته ويستمر في صلاته ولا يقطع صلاته الحالة الثانية أن تكون بعيدة يؤدي به ذلك إلى أن يذهب وربما يخرج من المسجد فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويستر عورته ثم يبتدي بالصلاة يستأنف الصلاة من جديد مسألة ما يقرأ من اللباس في الصلاة يقرأ في الصلاة السدل والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر وقال بعضهم السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله وقال بعضهم السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين وهذا يكون معنى الإسبال أيضا اجتمال الصماء من اللباس الذي يقرأ اجتمال الصماء واجتمال الصماء أن يتلحف بالثوب ولا يجعل ليده مخرجا لأن هذا يمنع الإنسان من أن يأتي بالمشروعات من الصلاة كرفع اليدين ونحو ذلك وقال بعض العلماء اجتمال الصماء يضطبع بثوب ليس عليه غيره وهو المذهب ويكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع فيه والإضطباع يخرج كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ووجه الكراهة في هذا أن فيه عرضة أن يسقط فتنكشف العورة فإن خيف من انكشاف العورة حقيقة كان حراما وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه فهذه ثلاث صفات لاجتمال الصماء وكل هذه الصفات إذا تأملتها وجدت أنها تخالف قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد تغطية الوجه هذه من المكرهات في اللبس أي يقرأ أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي وكذلك وضع اللثام على فمه وأنفى هذه من المكرهات في الصلاة ويقرأ اللثام على فمه وأنفى بأن يضع الغطرة أو العمامة أو الشماغ على فمه وكذلك على أنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاهه في الصلاة ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر أيضا كف كم الثوب في الصلاة ولفه هذا يقرأ أن يقف الإنسان كمه في الصلاة أو يلفه والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أمرة أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا وقالوا ونهيه يشمل كف الثوب كله كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام أيضا من المكرهات شد وسطه كزنار يقرأ أيضا أن يشد وسطه لكن لا مطلقا بل بما يشبه الزنار والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر